دقت نقوس الخطر وأعلنتها احتياطي العراق من المياه ينخفض إلى النصف هذا ما أفصحت عنه وزارة الموارد المائية عبر مستشارها الخزين المائي المتاح أقل من العام الماضي بنحو 50% أما الأسباب فتتعلق بقلة الأمطار والواردات المتآتية من دول الجوار وعدم مراعاتها وفق مراقبين لنظام تقاسم الحصص المائية الحكومات المتعاقبة لم تحاول أن تخلق أوراق ضغط على تلك الدول لكي تجبرها على أن تتمسك وتلتزم بحصة العراق المائية وهذا خطأ كبير إجمالي معدل استهلاك المياه في العراق يبلغ نحو 53 مليار متر مكعب سنويا في حين تقدر كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة سنويا بنحو 77 مليار متر مكعب وفي مواسم الجفاف بنحو 44 مليار متر مكعب نقص 7 مليارات متر مكعب سنويا من الحصة المائية يعني خروج 300 ألف دونم من دائرة الانتاج الزراعي المفروض بوزارة الموارد المائية أن توجد خطة كبيرة كإنشاء السدود وخزين هذه المياه وأيضا التأثير على دول الجوار التي أخذت القسم الأكبر من هذه الحصص المائية كإيران وتركيا والانخفاض احتياط العراق من المياه تدعيات أخرى لا يستبعد بالتعظمها حدوث نزوح جماعي لطبقة الفلاحين من الأرياف بعد قطع المياه أو تقليل الحصة من قبل دول المنبع ويقدر البنك الدولي أن العراق قد يشهد انخفاضا بنسبة 20% في واردات المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050 في حال عدم وجود سياسات تعالج هذه الأزمة من العاصمة بغداد بدروري كابي التغيير ترجمة نانسي قنقر